طبعا انت هتكون موجود في الدوري الممتاز لازم تبقى قد الدوري الممتاز لا تخاف بقى من الاهلي لا تخاف من الزمالك الوهم اللي بيصدره لك بعض الاعلاميين او بعض السوشيال ميديا ان اوعى تكسب الاهلي او ده اوعى تكسب الزمالك لا الزمالك السنة اللي فاتت او خلينا بنتكلم على الموسم الحالي تلقى سبعة هزائم لغاية دلوقتي فاذا الامور مش صعبة نفس الامر كان النادي الاهلي في الموسمين اللي فاتوا قبل ما يعدل من اوضاعه قبل ما يعدل من المشاكل والازمات اللي كان بيواجهها سواء الفنية او الادارية واللي تحسنت خلال الموسم الجاري واللي كان النادي الاهلي في الفترة اللي فاتت عانى من الاجهاد وعانى من مشاكل كتير جدا وكان بيتكلم عن طبعا في بياناته الكتيرة في الموسمين اللي فاتوا عن مشاكل التحكيم وعن مشاكل اتحاد الكرة اه البيانات دي اختفت لان وضع طبيعي طول ما انت بتكسب وطول ما انت منتصر اه فمش هيكون عندك شكاوي كتير من المنظومة ومن طريقة اه يعني ادارة مسابقة الدوري الممتاز الوضع تغير دلوقتي لان خلاص زي ما قلت لك ان النادي الاهلي بيحسم بطولة الدوري مهما كانت النتائج اللي جاية ومهما كانت الكلام اللي احيانا الخبراء بيتكلموا عنه او الخبراء بيقولولك الكلام النظري او الكلام اللي هو لا لسه الدوري ما تحسمش رسمي والكلام ده كله لا الاهلي هو بطل الدوري والكلام ده احنا اللي نهولك من اكتر من ثلاث شهور ان النادي الاهلي هو بطل الدوري لان المنافس الاوحد اللي هو نادي الزمالك وهي دي المشكلة ابتعد مبكرا عن المنافسة على بطولة الدوري وبالتالي بقى بقية الانديية انتعالي ببقية الانديية سيراميكا فاركو كل الانديية الاتحاد كل الانديية بتبقى بتتصارع على المركز من الثالث الى السابع والثامن بل احيانا بتكون الانديية دي بتصارع على البقاء في الدوري الممتاز زي ما شفنا الاسماعيلي وزي ما شفنا اسوان وزي ما شفنا غزل المحلة